أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر قوات الجيش لاحتواء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وأوضح أنه ما زال يعتقد أن الحرس الوطني هو الأنسب لدعم السلطات المدنية محلياً في هذه الحالات أقول هذا ليس كوزير للدفاع فقط ولكن كجندي سابق وعضو سابق في الحرس الوطني إن خيار استخدام قوات الجيش في عملية إنفاذ القانون يجب أن يكون الأخير وذلك فقط عندما يكون الوضع طارئاً وملحاً نحن لا نعيش مثل هذه الظروف في الوقت الراهن لذلك لا أؤيد تنفيذ قانون التمرد هذا وأعلن الحرس الوطني في واشنطن إجراء تحقيق في استخدام إحدى مروحياته في استعراض للقوة ضد المحتجين قرب البيت الأبيض الأثنين الماضي وقال قائد الحرس الوطني في منطقة مقاطعة كولومبيا الميجر جنرال ويليام ووكر في بيان كتابي مقتضب إنه يقود التحقيق مؤكداً على حق المواطنين في التظاهر السلمي المروحية المخصصة لأغراض الإجلاء الطبي حلقت على ارتفاع منخفض لخلق ضوضاء تصم أسماع المحتجين لإثارة الذعر في أوساطهم رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكيناني التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بشأن رفضه استخدام الجيش بفضل احتجاجات لكنها أكدت أن أسبر باق في منصبه وشددت ماكيناني على أن الدستور الأمريكي لا يمنح لأحد حق التخريب والنهب مؤكدة أن مقتل جورج فلويد تم بطريقة غير شرعية وأن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها وجه المدعي العام في منيسوتا تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى الشرطي ديريك شوفين المتسبب في حدثة مقتل جورج فلويد التي أثارت عصفة مظاهرات في الولايات المتحدة هذا وطالبت أسرة جورج فلويد بالقبض على أربعة من عناصر الشرطة المتورطين في وفاته ومحاكمتهم بتهمة القتل العمد جورج فلويد يستحق الإنسانية وكذلك على النظام أن ينصت لجورج فلويد وليس فقط الشرطة ولكن الادعاء العام ونظام العدالة الجنائية القضاء والمشرعون والرئيس عليهم أن ينصتوا لجورج فلويد عندما قال لا استطيع التنفس لأنه عندما لا يستطيع جورج التنفس لا أحد منا يتمكن من التنفس رغم وقوع إصابات بين أفراد الشرطة واستمرار حملة الاعتقالات بحق مرتكبي أعمال النهب شهدت مدينة نيويورك مطالبة بالتمسك بسلبية المظاهرات بعد ليلة دامية فريق التلفزيون العربي واكب تحركات مجموعات سلمية ممن يسمون أنفسهم مناضلين ضد نظام التمييز العرقي في نيويورك مواجهة من نوع آخر تخوضها مجموعات سلمية مع نظام التمييز ضد الأقاليات هذه مجموعة في بروكلين أطلقت على نفسها اسم العدالة لجورج فلويد الغالبية هنا هي من الأمريكيين البيض مناضلون سلميون ضد نظام الامتيازات كما يسمونه والمقصود هو امتيازات العرق الأبيض على حساب الملونين ننظم اليوم تحركا صامتا لدعم حركة حياة السود لها قيمة وسنجلس جميعا معا بصمت لنصف ساعة للتفكر بما يجري حولنا مناهدون للعنف يجتمعون يوميا بأعداد متزايدة بالطراض ويبدأون التظاهرة اليومية بنصف ساعة من الصمت الكامل صمت يجعل الجميع متأملا بصورة جورج فلويد الذي بات أيقونة النضال لأجل المساواة بين البيض والسود أعتقد أن التظاهر السلمي هو الأفضل ورغم أن بعض الأمور خرجت عن السيطرة إلا أن العالم بات يعلم حقيقة ما يجري معظم الاحتجاجات غير السلمية ستتلاشى وتبقى الاحتجاجات السلمية أفراد هذه المجموعة يمثلون شريحة جيل خرجي الجامعات من الطبقة الوسطى منخرطون في العمل السياسي بمفاهيم لبرالية خارج إطار الثنائية التقليدية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ما نراه هو النتيجة طبيعية لآلام وغضب مما يحدث وهذه هي الطريقة التي نقول فيها للجميع نحن لن نقيما هذه المجموعة تحمل النظام السياسي مسؤولية تغيير النظام القضائي وتعتبر أن في جهاز الشرطة أيضا ضحايا لنظام التمييز العرقي وأن الجميع في معركة التغيير هم رفاق سلاح في موازات التظاهرات الصاخبة التي تشهدها نيويورك ثمت مجموعات أخرى فضلت اعتماد أساليب مختلفة للتعبير عن التضامن الكامل مع ضحايا التمييز العنصري بصمت قد يكون أكثر ذويا من الكلام نبيل أبي صعب العربي نيويورك الآن معنا من واشنطن لورنس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مرحبا بك سيد كورب شكرا انضمام إلينا هل من المعهود أن يطلق وزير الدفاع الأمريكي تصريحا أو كلاما يعارض فيها السياسة الرسمية للرئيس الأمريكي في مرحلة حساسة مثل التي تشهدها الولايات المتحدة الآن حسنا وبصورة رئيسية أعتقد أن الرئيس يبالغ في رد فعله على الوضع وهو يحاول أن يظهر نفسه بأنه قوي وهو لديه سلطة فقط على الحرس الوطني وهو التابع له وتابع للشرطة أيضا وتحت سيطرة الحكام وهو من أجل توفير ما يحتاجه الناس أما فكرة وضع الجيش دون طلب الحكومات المحلية سوف يفاقم الوضع ويزيد من خطيرته فالجيش وأفراده ليسوا مدربين على توفير خدمات الشرطة بل على قتال العدو وسؤالي أساسا كان عن وزير الدفاع الأمريكي هو حينما صرح بتلك التصريحات التي اعتبرت وكانها خروج عن السياق الرئيسي لسياسة البيت الأبيض قال بأن التصريحات ليس كوزير للدفاع ولكنها كجندي سابق وعضو في الحرس الوطني سابقا كيف لنا أن نقرأ هذه التصريحات وهل يخروج بشكل رسمي على سياسة البيت الأبيض وربما قد يدفع ثمن ذلك ما حصل في الليلة التي مضت هو أنه كان في البيت الأبيض وكانت هناك محاولة التقاط الصور للرئيس أمام الكنيسة وكانت تحاول الشرطة إبعاد الناس عبر استعمال الغاز والفلفل وغيرها من الوسائل التي يستعملونها لإبعاد المتظاهرين وأعتقد أن موظفيه والعديد من موظفيه ومن الأفراد العسكريين قالوا له بأن هناك محاولة تسييس للجيس وعليه أن يعبر عن رأيه بوضوح وعلانية كما فعل اليوم ولذلك قال بأنه لا يتفق مع الرئيس ونحن لا نحتاج إلى ذلك وأنا لا أوافق أو أنصح بإرسال أفراد الجيش بزي العسكري في مثل هذه الحالات وجون ماتس قال بأنه لا يأخذ أو لا يسحب القوات من سوريا ولذلك هذا ما يحاول أن يقوله الوزير إسبر وإضافة إلى عمله السابق في الحرس الوطني فإنه أيضا خريج من أكاديمية الجيش الأمريكية طيب نود أن نستفيد هنا من عملك سابقا في مركز حساس في وزارة الدفاع الأمريكية ما خطورة أو أهمية أن يكون هناك خطابان في الولايات المتحدة خطاب يتبنى هو وزير الدفاع في البنتاجون مخالف تماما في تعارض تام مع خطاب البيت الأبيض والرئيس الأمريكي مرة أخرى في مرحلة حساسة تاريخيا بالنسبة لولايات المتحدة حسنا أعتقد أن هذا الأمر ليس جيدا بالنسبة للرئيس ولكنه جيد بالنسبة للبلاد لأننا بصورة فاعلة ما نريد القيام به هو أن نضمن بأن الجيش يؤدي دوره المناسب في البلاد وبعد أن يغادر الرئيس ترامب سيكون الجيش هو نفسه عندنا ولذلك لا نريد أن ندعم الرئيس من خلال استعمال الجيش وأفراد الجيش من أجل إنفاذ القانون لغايات سياسية فعملهم ليس سياسيا ولذلك عندما عاد لذلك فنرى بأنه بأن ما يقوله أنه إذا لم تقم بشيء فأنا سوف نستقيل شكرا جزيلا لك لورنس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق من واشنطن هذا وتتوزع السلطة على القوى الأمنية والعسكرية في الولايات المتحدة بين رئيس البلاد ووزيرها الداخلية والدفاع وكذلك حكام الولايات كلا ألاحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر